معدل تدور جينات الإنسان تثبت خطأ تطور وقصر عمر الإنسان وناخد الجزء الثالث عشر في القسم الثامن لكن قبل ما نبدأ الموضوع ده لو تسمحوا لي بإعلان صغير لو تفتكروا مع بعض حضراتكم كنا درسنا القسم السابع اللي درسنا فيه الحفريات المزعومة لجدود الإنسان وخدناها من البداية كل المراحلة المزعومة بمرورا بأردي ولوسي وحابلس وهمو أريكتس ونياندرثال لغاية موصلنا للإنسان الطبيعي وعرفنا أن كل الكلام ده غير دقيق باعترف العلماء والمراجع نفسها الموضوع ده درسناه في 115 محاضرة بمعاونة ربنا لخصته في موضوعات خمس دقايق يعني كل موضوع كان قرب الساعة لخصته في موضوع خمس دقايق بس أو أحياناً بضطر أكدت لخصه في موضوعين كل واحد منهم خمس دقايق فلخصته في 220 ملخص الـ 115 تلخصه في 220 ملخص كل واحد فيهم خمس دقايق بس طيب طبعاً ليه أزعقتكم بالتفصيلات ساعات طويلة لما كان يمكن أن أنا ألخصها لكم في دقايق لسببين الأولاني البعض دايماً بيهتم أحياناً ويقول طب أنا عايز تفصيلات الموضوع ده فبيكون التفاصيل أهي متاحة ليه بالكامل ومتسجلة ومكتوبة وجاهزة لأن الشيطان خاصةً بيظهر في التفاصيل فعشان أظهر الموضوع بوضوح وأخطاء تطوريين بنحتاج ندرسه بالتفصيل وأنا عارف أن حضراتكم أفضل مني والتفصيلات دي بتكون مفيدة للبعض النقطة التانية لأن البعض الأعزاء الملحدين اللي دايماً لما أتكلم باختصار على طول يتاح ليه من فرصة الهجوم يقول لك يا جاهل أنت ما تعرفش النكازة فالموضوع التفصيلي بنغطي في كل النقاط والزوايا بما فيها المحاولات الفشلة أحياناً من الملحدين وبدل المرجع بقدم عشرات المراجع تؤكد اللي بقوله عشان كده دايماً بيلاقي الموضوعات التفصيلية الملحدين بيختفوا ما بنسمع لهمش صوت خالص ليه؟ لأنه بيبقى الموضوع تكشف بالنسبة لهم عشان كده يعني بيركنوا على جنب فأهو متاح لحضراتكم كالعادة في كل اللي عملناه الملخصات والتفصيلات عايزهم فين؟ لو تدخل للموقع هتلاقي باستمرار هذه الموضوعات التطورية المقدمة التطور العضوي الرد على أدلة قدم عمر الأرض الرد الأدلة العلمية على صغر عمر الأرض والتطور والجيولوجيا والتطور الكبير والرد على تطور الإنسان الملخصات تلاقيها على طول بعدها ملخصات كل الأقسام وآخر جزء اللي هو ملخص تطور الإنسان أهو قدام حضراتكم فهتلاقيه في الموقع هنا المتين وعشرين موضوع أو هتلاقيهم في قناة اليوتيوب اللي هي قدام حضراتكم لما تنزع في سلسلة التطور ليس علم حقيقي هتلاقي كل الملخصات بالكامل وآخر متين وعشرين ملخص اللي هو كل واحد أربع خمس دقايق متوسط أهو قدام حضراتكم ما طولش على حضراتكم أكتر من كده نبتدي في الموضوع التفصيلي بتاع النهاردة علشان ما طولش على حضراتكم هنتكلم النهاردة فيه رأيي فيه موضوع مهم الموضوع ده هو معدل تدهور جينات الإنسان بدأنا في القسم الثامن والفرق ما بين الإنسان والقردة جينيا وتشريحيا اللي أيضا يؤكد خطأ تطور علميا مش بس الحفريات ومش بس التطور والجيولوجيا ولا التطور الكيميائي وغيره ليه الجينات تؤكد خطأ التطور وعلى فكرة واحد من أقوى العلوم قاطعة في خطأ التطور ودايما بتضربه في مقتل هو علم الجينات وأشكر ربنا اللي أتاح لفرصة أن أنا أدرس هذا الموضوع وتخصص فيه إلى حد ما لأن لو كان فعلا الإنسان والقردة من جد مشترك من خمسة مليون سنة زي ما بيدعي التطوريين كانوا فعلا مفروض شبه يتطابكوا جينيا دولة من جد مشترك ده أبوهم واحد أو جدهم واحد اختلافهم الباشع جينيا بيثبت خطأ التطور ولكن يثبت إيه يثبت التصميم علميا وبوضوح عرفنا بالمراجع كثبت تشابه الكردة وبخاصة شمبانزو الإنسان 99% اللي بيكرروها بعض الأحباء الملحدين عن جهل حتى الآن وبتطرس لولادكم في الغرب حتى الآن عرفنا أن العلماء والمجلات العلمية قالت أن ده أسطورة مش كلمتي أنا ده كلام المجلات العلمية فعرفنا أن هما المختلفين في عدد الأكوات مختلفين في ترتيب الأكوات مختلفين في عدد الكروموزومات مختلفين في ترتيب الجينات على هذه الكروموزومات مختلفين في عدد الجينات ومختلفين في تصميم هذه الجينات حتى في الصفات المتشبهة وبخاصة الكرسى الضخمة اللي اتكلمنا عنها وهي كرسة الجينات اليتيمة البشرية وبخاصة الجينات الأساسية اللي عرفنا أنه ما ينفعش للدعاء الخاطئ التطوري تدريجياً وجيل بعد جيل وكود بعد كود ما ينفعش أنه يتظهر تدريجياً بتطور التدريج المزعوم الخطأ ليه؟ لأن الإنسان أصلاً ما يقدرش يعيش بدونها ولا يوم واحد جينات أساسية لحياته وعرفنا أيضاً من قواعد التفارات الخامسة تثبت علمياً خطأ التطور وعرفنا أن التفارات لا تؤدي التطور بل تؤدي لتظاهر يعني جينات مصممة ده اللي أثبته العلم وأي تغير فيها تدهور من ساعة ما زي ما قال الكتاب على السقوط كل ده أدلة علمية على التصميم وعرفنا أن التصميم كمان وضع أنظمة رائعة لمنع التفارات مش عشان يزود التفارات عشان يتطور الكائن لا ده النظام التصميم وضع أنظمة تقلل جداً التفارات فده يثبت خطأ إدعاء التطور بالتفارات ده الكائن أصلاً بيرفضها بل التفارات تقود للتدهور وده اللي درسنا وقدمت إحصائيات للتفارات 300 وي ألف تفارات درسوها في الكائنات كلها تدهور وحتى اللي أخدوها حاجة وتمانين ادعوها هي مفيدة لإينا كلهم خسارة جينية ولا واحد فيهم كان اكتساب معلومة جينية جديدة ودرسنا في الأجزاء السابقة بعض الأمثلة من اللي ادعوهم تفارات مفيدة ووضحت الناس زي جينية كلهم من المنظور الجيني خسارة وفقد وتدهور وملقناش مثال واحد حتى الآن كسب جينات جديدة هو لازلت بقى طالب ابتريت الموضوع ده من 9 سنين وحتى الآن ادوني مثال واحد يا تطوريين على جين جديد لم يكن له وجود سابق وتم إضافته أنا مش هتكلم على جنس جديد ظهر من عدم وجود سابق تطور لا دي صعبة قوي قوي عليكم رغم أن ده أساسيات التطور لا أنا كل اللي طالبت به جين واحد جديد ظهر من عدم وجود سابق رغم أن ده المفروض يحصل يوميا في الكائنات المختلفة وعرفنا أن العلماء ما عرفته من التطورات لو تطور بل تقود للتطور ده دفعهم أن هم من حاليا بيخترعوا فرضيات أخرى بديلة أنا ما قدرش أوصفة غير النهاية أساطير ليه كل ده عشان يهربوا من الأدلة العلمية الضخمة العملاقة اللي تؤكد أن التطور ما حصلش لا بالتطورات ولا الانتخاب الطبيعي وكائنات دي جات من فين ما جاتش بالتطور بالتطورات دي جات بالتصميم يعني تشير إلى وجود مصمم خالق مصمم من البداية تصميمات رائعة ولكن بالسقوط فعلا بدأ التطور وده اللي شفناه بأدلة علمية في التطورات تشهد على هذا التطور اللي قال عنه الخالق والكتاب المقدس لكن اللي درسناه من التطورات وإن هي تطور ومش تطور ده طبعا حيلفة نظرنا لحاجة مهمة وسرعة تدهور الـ DNA يعني لو في حاجة بتدهور أنت عملت حاجة كويسة وبدأ التبوز خبست شيء طبقت شيء وبدأ يتلف تدريجيا كونت حاجة دهنت صورة وحاطتها في الشمس بدأت تبهت تدريجيا بمعدل مقاس ده معناه أنه بدأ سليم في بداية تصميمه وبيتدهور تدريجيا بيتكسر تدريجيا لغاية ما يوصل لمستوى ما ينفعش بعضه الصورة بهتت تماما من الشمس الحاجة بازت تماما من الجو وما ينفعش بعضه ينجو ده برضو ينطبق على الجينات طالما الجينات رغم من التطورات فيها نادرة ولكن ستيل بتحصل وبتتدهور بمعدل مقاس يعني الإنسان مش يفضل عايش كتير لغاية ما يوصل فيه معدل التطورات والأمراض الوراثية لغاية معدل ما يقدرش ينجو بعده ده فعلا تم قياسه في الإنسان وتأكد علميا أن الإنسان اللي بدأ بتصميم رائع استمر يتدهور بمعدل مقاس هذا المعدل أكد للي بيدوره دايما على دليل فين أنت بتقوله الإنسان من عشر تلاف سانع فين دليلك؟ أهو ده واحد من الأدلة الكثيرة أشرت الأدلة قبل كده وأدي آخر يضاف عليهم ده يؤكد أن الإنسان عمره قصير ما ينفعش مئات الألوف ولا ملايين من السنين وأيضا وضح هذا المقياس أنه في خلال مئات الأجيال الإنسان هتتراكم في جيناته هذه الأخطاء التفرات التظاهر وده هيؤدي لفناه اللي تابع معانا تكلمت قبل كده على معدل تظاهر الإنسان وبخاصة سابقا في ملف مقياس عدد حفريات وقبور الإنسان وأيضا معدل تظاهر جينات الإنسان يؤكد صغر وعمر الإنسان على الأرض بس اتكلمت باختصار شديد لأنه ممكننا ساعتها بنتكلم بالتفصيل لأنه قلت لكم حنتكلم بالتفصيل على جينات الإنسان في أقسام فيما بعد فأضيف هنا بقى بعض التفصيلات عرفنا عدد أكواد الإنسان هي أزواق لو بالمفرد في المؤنس هو ستة بليون وواحد من عشرة أو ستة بليون مية وتسعة مليون حرف مفرد للأنسة يعني اللي هي بيها اتنين اكس أو ستة بليون وسبعتاشر مليون لو كان مذكر لو اكس واي لأن الواي أقصر بكتير يعني بمتوسط 3 بليون 0.054 أو يعني لو هنقربهم دايما هنقولها بتبسيط أوي للتسهيل 3 وواحد من عشرة بليون زوج أكواد في الDNA بتاع الإنسان شريط الDNA بتاع الإنسان اللي احنا عارفينه آسف شريط الDNA بتاع الإنسان شريط الملتف المزدوج هذا الشريط السنائي الملتف على بعض الشريط ده فيه أكواد مزدوجة أصاب بعض بيساوي 3 وواحد من 10 بليون زوج أكواد ده موجود فيه الخلايا الجسدية أو مفردة في الخلايا التناسلية خلايا الجسدية بتاعت الإنسان تقريباً جسم الإنسان متوسط ما بين 50 لـ 100 تريليون خلية الـ 50 لـ 100 تريليون خلية اللي موجودين في جسمك هي بدأت من خلية واحدة اللي هو الزيجوت الخلية الوحدة دي بدأت تنقسم تدريجياً كل مرة بتنقسم وتتنسخ خلية يحدث فيها خطأ أغلبهم بيتصححوا وأخطاء نادرة ولكن استيل بيحصل فيها أخطاء من 3 و 1 من 10 بليون زوج أكواد كل مرة تتنسخ الـ DNA بتاع الخلية يعني كل مرة يتضاعف الـ DNA عشان تنقسم وتبقى بدأ الخلية خليتين بتحصل أخطاء ده أغلبهم بيتم تصحيحوا بالريبوزون وأغلبهم ما بيوصلش للخلاية التناسلية وده تكلمنا عنه قبل كده اللي هي البويضات في الأناس أو الـ Sperms في الزكور لكن اللي بيوصل للخلاية التناسلية العلماء قدروا يقسوها وليقوا متوسط 70 كود خطأ البعض حاجة وستين والبعض لـ E100 لكن المتوسط لقيه 70 كود خطأ في أثناء النسخ يعني التدهور في الجيل الإنسان الجيل العادي الموجود لما يخلي في جيل جديد بعد 35 سنة الجيل الجديد لما ياخده متوسط الأكواد بتاعت الإنسان هيأكل الجيل الجديد بعدها بـ 35 سنة حصل فيه 70 كود خطأ جديد السبعين دولا نشكر ربنا بالنظام الرائع لصمم فيه الدين ليه؟ مش كلهم معبرين المعبرين المعبرين اللي بيدخلوا في جينات معبرة بروتينات بيبقوا ثلاثة أو أقل أحياناً الخطأ بيكون مؤسر ويبوز جين ويسبب مرضه راسي بالأمراض الوراسية اللي بتزيد قدام عينينا هذه الأيام وأحياناً بعضها لأنه بيكون الجين الوظيفة اللي بيدخل فيها جينات كتيرة فمد بيتبانش ده يوصف إزاي بمقارنة بالجينوم البشر الكبير لما نقارن 3 واحد من 10 بليون كود أخطاء نادرة جداً ليه؟ يعني السبعين اللي الواحد و3 من 10 3 واحد من 10 بليون كود ده أليل جداً في الجيل لكن ده لا يزال مؤثر متى يتراكم عبر مئات الأجيال في الجيل الواحد ما يبانش لكن في مئات الأجيال لا تبتدي تبقى بتباند كارثة وهي الأمراض الوراثية لغاية دلوقتي كويسين المعدل ده على فكرة المعدل التجميعي ما بين الراجل والمرأة عندما ينجيبوا جيل جديد لكن ده بيختلف في الجنين المذكر عن المؤنس ليه؟ لأنه الأنسة بعد ما بيتم التخصيب الجنين المؤنس بتبتدي تتكون البوايضات في الصغر فبيحصل في الأنسة 22 تأسين بتتكون أثناءها البوايضات تستمر زي ما هي موجودة لغاية ما تنشط في المبيض فيه مع بعض في وقت البلوغة وما بتنقسمش مرة تانية البوايضات في الأنسة بعد كده ما بتتقسمش فما بيحصلش فيه أخطاء نسعية فبتحتفظ بالكم القليل اللي حصل فيها أثناء الصغر أما في المذكر بيحصل فيه أكتر من 30 إنقسام في الخلايا إنتاج لسبرم لأن الأمرأة بتحتاج بوايضة واحدة أما المذكر بيحتاج سبرم كتيرة لغاية البلوغ وبعدها بتنقسم كتير جدا بقيت عمره عشان كده الراجل عدد التفارات أو عدد الأخطاء في الأكواد بتختلف حسب العمر بتاعه فالراجل كل ما يكبر كل ما تكون فرصة حدوث طفرات في الاسبرم أكتر عنه في الصغر يعني العجوز بيورس طفرات أكتر من الشاب فالرقم اللي احنا قلنا عشان هتلاقوا دراسات مختلفة الأرقام فيها فرقم 70 خطأ في الكود في الجيل بتختلف من الرجل على المرأة وفي السن في الراجل الشاب في سن 16 ممكن يورس 50 بس في سن فوق 50 سنة ممكن يورس بما يوصل 850 خطأ دي دراسات تم نشرها قدام حضراتكم في السل ديفيجن والدراسات دي توضح معدل الأخطاء اللي بتتجمع في كل جيل زي ما قلت أغلبهم ما لهمش تأثير لأنه أكواد كتيرة منها ليست في جينات معبرة السبعين دولة حاجة وستين منهم أغلبهم بيكون في مناطق تعريفية أو مناطق أكواد أكسر أقفال أو مناطق غير معبرة بجينات فما بتأثرش لكن قلة منهم بمتوسط ثلاثة فقط بتسبب ضرر لأنها بتبقى لخبطة في جينات مؤسرة ده ما بيبانش في جيلي الواحد قوي إلا حاجة بسيطة لكن في مئات الأجيال لا بتباني الكارسة من التضاهر والأمراض الوراثية عشان كده جدودنا الجد الثالث والرعب على حضرتك وحضرتك ما كانش عندهم نسبة الأمراض الوراثية اللي موجودة في الأجيال الحالية واللي حتزيد في الأجيال القادمة كويس لغاية دلوقتي قوم إيه العلماء بدأوا يحسبوها ويريتهم ما حسبوها العلماء التطوريين لأنها تقلبت عليهم كالعادة كان نفسهم يلاقوا دليل على بصوا الإنسان من كام طلع الإنسان مش من كام ده الإنسان طلع من كام بس فبدأ العلماء في حساباتها بدقة فوضحت الدراسات دي أنه اللي احنا فيه حاليا من متوسط معدل أخطاء الأكواد واللي وصلنا له من أوراده راسية نتيجة تجمع متوسط 200 جيل بس ده المتوسط والإنسان ما يقدرش أصلا بمعدل هذه الأخطاء يتعدى التاريخ البشري أكتر من 300 جيل فحيكون فانا في أقل من 300 جيل بالإضافة للدراسة اللي فاتت دراسة أخرى وضحت هذا الأمر قدام حضراتكم واتنشرت في سنة 1997 والسبعين خطأ دولة بمعدل تدهور 1% في الجيل per generation فده وضح المعدل اللي احنا فيه أن احنا هنا قبل ما نوصل لهنا لازم حنكون خلاص الإنسان فنى عشان كده الإنسان على فكرة مش قدامه كتير ده مش كلامي ده حتعرف أن العلماء اللي قالوا الكلام ده فالمعدل اللي بيتضهور به الجين أو الDNA البشري اللي تقاس واللي اكتشف العلماء لا يناسب بأي حال ولا بأي شكل أن يكون عمر الإنسان ملايين ولا حتى مئات الألوف من السنين المتين جيل دولة دولة ما يطلعوش إلا فيه ما هو أقل من 8000 سنة ده تقاسد فبالفعل أي شخص يحسب بناءا على معدل الأخطاء الجينية اللي تنتقل من جيل لجيل مستحيل يكون عمر البشر الطبيعيين هوموسيبيان طلعوا من 250 ألف سنة ل350 ألف سنة ولا هوموسيبيان ولا هومو نياندرثال ولا هومو أريكتوس الوبردوس تيل بشر من 2 مليون سنة ولا 2.5 مليون سنة كلام ده كله ما ينفعش كله ما ينفعش الحسابات دي طلع أن الإنسان بمتوسط 6000 سنة بدأ بتصميم دي أنه رائع وبيتدهور بمعدل مقاس 70 كود في الجيل بنسبة 1% في الجيل ففي المتين جيل جمعنا هذه الأخطاء لأن لو افترضنا متوسط عمر الجيل في الإنسان 30 ل35 سنة يكون 200 جيل في 6000 7000 سنة لكن لو بأقل عمر تطوري لحبيبنا التطوريين يكون هوموسيبيان اللي طلع بمتوسط 300 ألف سنة 800 8500 جيل 8500 جيل يعني يكون مئات المرات لعدد الأجيال اللي تقاست اللي يكون كمان الإنسان لازم يكون فنأ أثناء إذن العلم أثبت بوضوح معدل تدهور جينات الإنسان ما اتطورش ولا يتطور بل بيتدهور وبيتدهور بمعدل تم قياسه يؤكد أنه تصمم تقريبا من 200 جيل يعني تقريبا من 6000 ل7000 سنة بالنسبة للي بيسأل عمر الأرض اللي يحب لو ترجع حضرتك عزيزي إلى الموقع والأدلة على صغر عمر الأرض هتلاقيه هنا قدمنا في الأدلة العلمية على صغر عمر الأرض 40 محاضرة والأدلة العلمية على صغر عمر الأرض 40 محاضرة وقدمت فيها حاجة و60 مقياس مش ملاحظة ولا فرضية ولا نظرية مقياس علمي والرد على أدلة قدم عمر الأرض المقياس الإشاعي وغيره برضو في 40 محاضرة تانيين لو عايز ملخصاتهم برضو هتلاقي ملخصاتهم موجودة هنا ملخصات أدلة صغر عمر الأرض وملخصات الرد على أدلة قدم عمر الأرض موجودين في الموقع اللي هو drgali.com أرجع مرة تانية للموضوع بتاعنا ده كارسي للتطور فالليحنا نعرفه جينات معبرة في الإنسان اللي هو 22 ألف جين تقريباً زي ما تكلمت عنهم قبل كده يحدث فيهم طفرات اللي هي تغير في الأكواد خطأ أغلبهم بيتصحح ولكن البعض بيفلت لأيوه تقريباً 70 كود في الجيل منهم 3 بيسببوا بعض المشاكل أقل لحد نعرفه هو 3 طفرات تقريباً قد تظهر لكنه 70 تغير أو طفرة في المعلومات الجينية أغلبها بتبقى غير معبرة المعدل ده يوضح أن الإنسان زي ما قلت مش من ألاف السنين طيب قدمت أوريدي دراستين لكن خلينا نتكلم بقى أبحاث العلماء آلوي بعض العلماء اللي تكلموا عن هذا المعدل واحد منهم شهير اسمه بروفيسور جونسان سانفورد بروفيسور جونسان سانفورد قبل ما يتكلم في الموضوع ده كانوا معتبرينه رائع وشايلينه على دماغه من فوق لأن ده اللي اخترع اسلوب تسليم الأكواد اللي هو يعرف بالمسدس الجيني أو الجين جان الراجل ده حصل على جوائز نشر أكتر من بحث جيني في المجلات العلمية الشهيرة أول ما تكلم على جينيتك انتروبي أو على معدل تظاهر جينات الإنسان بطريقة واضحة على طول بدأوا الهجوم عليه ليه؟ لأن نتكلم عنه في كتابه تظاهر الجينات أو جينيتك انتروبي فيقول التالي التظاهر في الجينوم البشري بسبب تضاعف البسيط إلى التفارات الضارة من جيل إلى جيل هذا يتفق مع أن أصل الإنسان منذ بضعة آلاف من السنين بضعة آلاف من السنين بس هذه نص كلام ملحوظة هو بسبب ده بدأت حملة الهجوم عليه واتهامه بأنه غير علمي وغيره بس هو لوحده مش لوحده اللي تكلم في هذا الأمر تكلم تقريباً ده إجماع علماء شينات الإنسان لكن البقيين بيتكلموا كده بيلطفوا الموضوع شوية ما بيحطهاش خط لازق زي ما هو قالها كده يبقى عمر الإنسان بضعة آلاف من السنين لا بيحاولوا يعني يموعوها يدروها عشان ما يترفدوش وما يخسروش وما يتحولوش لمصدر هجوم عليها فأقدم لكم في لقاء العلماء الجينات قدموا نموذج واضح أن الجينهم البشر عمره صغير بمعدل آلاف من السنين كلام ده حصل فيه انترفيو في ستمبر 2008 أو في 2008 وقدموا هذا الدليل ودولا كل دولا علماء مش سانفورد الوحده كل بقية العلماء دولا اشتركوا معاه وأكدوا فعلا أنه كده الجينوم البشري ما ينفعش يبقى بمئات الألوف ولا ملايين من السنين ده آخره آلاف السنين هقدم أمثلة قليلة كمان من أسماء علماء آخرين من علماء جينات الإنسان بالإضافة للي فاته اللي اتكلموا عن تضهور جيناته ده يشير فعلا لهذا المعدل المقاص لصغر عمر جينوم الإنسان فهل الإنسان حاليا بيتضهور جينيا؟ قالوا نصا وفقا لما قالوا مولر ونيل وكندراشوف ونخمان وكورل ووالكر وكتلي وكور ولينش وهويل ولي أيضا عن نفسي النتائج الدقيقة للغاية التي تم نشرها في 2010 في وقائع مين؟ مجلة مدارس الأحد؟ لا وقائع National Academy of Science من قبل لينش تشير هذه الورقة إلى انخفاض اللياقة الإنسانية بنسبة 3-5% لكل جيل أنا شخصيا أشعر أن متوسط تأثير التفارات على اللياقة هو أكثر من لينش لذا أعتقد أن معدل انحطاط البشر يأبطأ مما يقترحه لكن أنا نتفق على الأقل أن اللياقة تتظاهر وليس ترتفع تقريبا جميع علماء الجينات البشريين الذين يعرفون درسوا معدل تظاهر جينات الإنسان يتفقون بأجمع علماء على إن الإنسان يتظاهر جينيا إيه رأيكم؟ كل دولة علماء والبروسيدن كان من مين؟ كان من National Academy of Science نفسها أكبر مؤسسة الحدية إيه رأيكم؟ فالدراسة دي اللي نشرها خاصة العالم لينش اللي اتنشرت في 2010 ببروسيدن من National Academy of Science تؤكد الإنسان بيتدهور اللي بيأثر على قدرة الإنسان أقل من 1% تقريبا لكن بكل يتفق أنه بيتدهور آدي الدراسة الأصلية للينش واللي كانت بالبروسيدن بتاعة National Academy of Science فالإنسان مسبت يتدهور جينيا ولكده خلاص التطور تركا على جنب المفروض حسب التطور بيتطور جينيا لا ده بيتدهور جينيا يعني بدأ بتصميم رائع وبيتدهور ده سبت علميا الدعاء التطور أنه بدأ زي الإرد وبيتطور تدرجيا ده سبت قطعه جملة وتفصيلا من كل الزوايا التدهور هو لثبت التصميم وتدهور هو لثبت والتطور واضح أنه خطب فالإنسان يتدهور جينيا وله لوجود أزواج لأنه DNA مزدوج لكل جين وله لتنوع وأنه كمان كل صفة لها أكتر من جين بيعبر عنها عشان كده حتى لو بقص جينها بيتبص الوظيفة بالكامل لكان الإنسان تدمر من فترة طويلة ما كانش حتى عدى المتين جيل دولا ده زي ما قالوا العلماء قدامكم من البروسيدين بتاع ناشنال أكاديم وف ساينس عليه إجماع علماء علماء جينات الإنسان اللي درسوا جينات الإنسان أيضا مايكل لينش يقول إحنا نتدهور بمعدل 1% أو أكثر في الجيل ويقول إيه؟ في عدة قرون قليلة تعطي المؤثر على مستويات الصفات والوظائف الفيسيولوجية والوظائف العصبية البيولوجية جدود جدودنا زمان ما كانوش يعرفوا مرض السكري المرض الوراسي اللي موجود في وسطينا جدود 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 جدودنا زمان ما كانش عندهم فوق المتين وي مرض وراسي اللي موجود عندنا حاليا كويس؟ هذه البحث الآخر بتاع مايكل لينش يعني معدل تدهور متأس مش بيتطور ده بيتدهور جينيا مظاهر أمامنا في الأمراض الوراسية وأيسينه العلماء كويس طيب المجموعة دولة نركنهم على جنب وحشين العلماء دولة رغم أنهم الإجماع مرة أخرى حولت ورقة بحسية في مجلة ساينس في عام 2010 إجراء قياس مباشر لمعدل التفارات من خلال مقارن التسلسل جينوم جابوا مجموعة يكون الجد والأب والابن موجودين وياخدوا الجينوم بتاع التلاتة ويشوفوا في الدراسة دي كل المجموعات من البشر دولة يقرنوا الجد للأب والإبن وليقوا فعلا أن كل الناس اللي بيتراكم فيه سبعين خطأ في الأكواد والمؤثر منها هي النسبة الأقل 3% ثلاثة بس أكواد أو أقل ويبلغ حوالي 1.1 من 10 في 10 قس مينس 8 لكل جيل ورقة بحسية أخرى اتنشرت برضو فيه 2010 في مجلة الـ PNAS برضو لقيت معدل التفارات الإجمال بتاعها برضو مشابه جدا 1.4 من 10 في 10 قس مينس 8 لكل جيل أو ما يقرب من 89 الأولينية لقيتها 70 الثانية لقيتها 89 كود في الجيل فكده متوسط بدل البحث كل الأبحاث دي قدام حضراتكم لقيت بوضوح شديد معدل التفارات في كل جيل بنسبة 70 كود خطأ جديد ما بين 1.1 من 10 لـ 1.4 من 10 في 10 قس مينس 8 أو باختصار 70 كود خطأ في الجيل أو بنسبة 1% فالمعبرين منهم بيبقى 3 وده الرقم اللي استخدموا العلماء فمرة تانية للي ما شافش الصورة حتى الآن أكرر كارسة قاتلة للتطور ومصمار آخر في نعشة هذا التطور الخرافي وده ما ينفعش يكون الإنسان هومو ريكتوس من 2 مليون سنة لزينا ولا هومو حتى نياندرسال ولا هومو سيبيان ده هومو أوريكتوس ده كده بنتكلم على 57 ألف جيل 57 ألف جيل إذا كان الإنسان الجينات بتاعته ما تنفعش تكون أكتر من 200 جيل بس فحتى لو بتدينا نتكلم على هومو اللي ظهر من أكتر من 2 مليون سنة 57 ألف جيل إيه؟ ده العلم أثبت عكسه تماماً وخطأ ولا حتى إحنا المزعومين هومو سيبيان آخر مرحلة اللي بتوسط 300 ألف ما بين 250 ألف و350 ألف طبعاً كومان العمار بالنسبة لهم بس وتيش وكل شو باية غيروها لكن متوسط 300 ألف سنة الجيل 30 إلى 35 سنة يعني بنتكلم على 8500 جيل كلام ده كله بالتعبير الدارج الشوارعي في مصر جلاش ما ينفعش العلم أثبت تفصيلاً خطأ ليه؟ لأن الإنسان مش هينجوا الكلام ده الإنسان أصلاً بمعدل 250 جيل حيكون خلاص داخل على مرحلة الفناء لأنه مش هينفع يكمل لغاية 300 جيل أصلاً واللي حالياً فيه ده نتيجة أخطاء تراكمة عبر 200 جيل بس ده أمر مصبت بهذه الدراسات ويعرفوا علماء التطور كويس وكل عالم درس جينات الإنسان وتغير الأكواد فيها ده إجماع عند علماء جينات الإنسان بل قال بعض العلماء الجينات اللي بيؤمنوا بالتطور رغم كل ده عقيرة مش هيتنازلوا عنها مهما حصل إن ما نتعرض له من تظاهر الجينات هو قاتل الإنسان بصوا الكارسة اللي وضعوها في عنوان هذا البحث العلماء قالوا إيه؟ وضلطة طوريين التلوث في الجينوم بمعدل تدهور بطيء من التفارات ورغم كده يقولك إيه؟ فلماذا لم نموت 100 مرة عبر الزمان؟ إذا كنا إحنا لنا 8500 جيل وإحنا في أقل من 300 جيل لازم نكون فنينة فإحنا كده ليه ما فنناش 100 مرة في خلال زمن الإنسانة ب8500 جيل أو 300 ألف سنة؟ إيه رأيكم في تعبير زي ده؟ أدي نص الكلام Why have we not die 100 times over؟ ليه ما فنناش مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة مئة مرة فنينة في خلال التاريخ بتاعنا فهم من يعترفوا أن الإنسان يتضهور جينيا ومعدل التفارات رغم أن هي قليلة لأنها نادرة ولكن اللي تراكم عبر الأجيال كافي أن هي تكون للإنسان من 200 جيل لو أكتر من كده يكون الإنسان فنى في مئات الأجيال فقط فطالما بيفترضن الإنسان من 300 ألف سنة يعني 8500 جيل لازم يكون الإنسان فنى 100 مرة وربعض في هذا الأمر لو كان فعلا عمر الإنسان مئات الألوف من السنين لأنه في مئات الأجيال حيكون فنى من التضهور مش في ألاف الأجيال فهم بنسبة لهم استمرار الإنسان بهذا المعدل من التفارات والتضهور يؤكد أن الإنسان مش 250 ل350 ألف سنة ده بتاع 200 جيل يعني 6000-7000 سنة ده مقاس قصر وجود الإنسان بألاف السنين ده ليشهد عليه العلم بإجماع المقييس والأبحاث العلمية وده طبعا يطابق الأعمار الكتابية العمر العلم الحقيقي المقاس الملاحظ المختبر وعمره ما خالف لقاله الكتاب المقدس لكن الفراضيات الكاذبة اللي بيخدعوا بيها الطلب وبيغسلوا بيها عقول الصغار النفوس ويقولوا لهم إن ده حقيقة وهي عمرها ما كانت حقيقة هو ده اللي بيخالفوا بك كتاب المقدس عشان يخطأوه فأكرر لو الإنسان الحريس زي ما بيدعه من متوسط 300 ألف سنة عبر عليه متوسط 8500 جيل بمعدل تضهور جينات الإنسان ما ينفعش ينجو أكثر من 300 جيل إزاي ما فناش لغاية دلوقتي يعني في 8500 جيل لازم يكون فنة أكتر من 100 مرة بالتعبير اللي قالوا العلماء نفسهم ده مش تعبيري أنا الأمر ده كرروا العلماء بصيقات متشابهة أكتر من مرة لأنه مؤكد ده إجماع علماء الجينات الإنسان أيضا العلماء درسوها من زاوية تانية مصيبة عشان كده العلمك الموضوع ده ما بتكلموش عنه كتاب مش هتلاقوه مجلة نيتشر تفضل تزن فيه ليل نهار زي ما بتزن في لوسي الحفرية المزورة مش هتكلم في الموضوع ده مش هتفضل تزن زي ما تفضل تزن بصوا الموضوع التغير الفنائي ولا التنوع ولا التأقلم الفلاني دليل على التطور رغم أن عمر التأقلم مكان دليل على التطور التأقلم دليل على روعة التصميم لكن أيضا درسوها العلماء من زاوية أخرى وبرضو ركزوا على مناطق تعبيرية يعني بطريقة تانية لتكوين بروتونات اللي هي بتسمى ووجدوا أيضا أن معدل تدهور جينات هذه المناطق يطابق السابق وآدي الريفرنس قدام حضراتكم على هذا الأمر وده تم في سنة 2012 واثنشر في مجلة ساينس وغيره من المجلات العلمية كل دي أبحث درسته وأكدته أي رأيكم أيضا طبعا العلماء المسيحيين المتخصصين كان لهم دور ودرسوا نفس الأمر ووضحوا أن هذه النتائج وهذه الدراسات تطابق الأعمار الكتابية زي الدكتور الشهير دكتور تومكنز وقال جينيتك ريسيرش كونفيرم بيبليكال تايملاين وأيضا لبحث آخر دراسة من زاوية أخرى بالإضافة لكل اللي أنا قلت وضحت أننا نحتوي على 3 و 1 من 10 بليون كود بيهم أخطاء مؤثرة 1400 تقريبا كل جيل بيسلم الجيل اللي بعده 64 طفرة للجيل التالي وآدي الأبحاث واللي 12 traits of spontaneous mutation genetics عدد 148 ده يؤكد قصر عمر الإنسان بطريقة مقاسة فهو لو من 70 إلى 100 خطأ منهم 3 أخطاء في جينات مؤثرة أو 6 إلى 7 في المتقابلين عن شريط دي إنه إيه شريط مزدوج يجمع في 200 جيل 1400 خطأ في أكواد مؤثرة في إحصاء آخر تضح أن الإنسان يسلم ما بين 100 إلى 200 خطأ في الجيل والدراسة دي يعني درست في منطقة كان فيها تغيرات كتيرة فدراسة أخرى قالت معدل مرتفع جدا ما بين 100 إلى 200 طفرة في كل جيل وده وأثر الوقت جدا آدي الدراسة وده اتنشرت قدام حضراتكم كلام ده اتنشر في مجلة نيتشر نفسها بعنوان الكاشف عن معدل طفرات الإنسان وقالت آدي صورة مجلة نيتشر وقالت كل مرة دي أن الإنسان يعبر من جيل إلى التالي فأنه يجمع ما بين 100 إلى 200 طفرة جديدة دي ما قالتش الموضوع دي زودة الطينة تبلة آدي قدام حضراتكم الدراسة في مجلة نيتشر أهي في سنة 2009 واللينك اللي يحب يرجع للدراسة نفسها ده معدل تدهور لا يصلح مع مئات الألاف من السنين احنا بنموت بالشيخوخة وأمراض الشيخوخة نتيجة التدهور لأنه زي قاسه زمان كان يلاقيه 1300 ودلوقتي وصلنا ل 1400 متجمع في الجين بول أو المحتوى الجيني بتاعنا فكل جيل بيضيف 100 طفرة أو يعني الرقم الأقرب دقة هو 70 كود خطأ بعضهم مضر لا يقتل لكن بسبب ضعف وتراكم وتدهور جين فمعدل تدهور شينات الإنسان زي ما وضحت الدراسات هو 1% من الطفرات المؤثرة في كل جيل تقريبا وده برضو البحث اللي اتنشر بالمقييس اللي لقوها العلماء فتخالي الإنسان بيتدهور بمعدل وضحته الدراسات ما بين 70% أكثرهم لا يؤثر بعضهم قلة بتؤثر 3 أكواد أو 7 في المتقابل يعني الإنسان بدأ بتصميم رائع 200 جيل ويتدهور من هذا الوقت حتى أصبح به 1400 عيب جين يعني متوسط 1% أو متوسط أو معدل آخر زي ما قلت 70 فمستقبل الإنسان كمان ده يوضح أن هو مش ممتد زي ما متخيلين والإنسان هيفضل عايش ويتطور من هوموسيبيان لهم نوفا والكلام الحلو الكبير قوي اللي بيسرحوا بالخيال يعني بقى هتوسع ومخه هيكبر والكلام اللي بيقولوا لتطوريين ويخدعوا كما لو كان بيقولوا لولادكم ألف ليلة وليلة وكلوا كدبوا واخدعوا الإنسان أصلاً مش هيعيش هذه الفترة الزمني لكن ليه حتى حدود يتحمل فيها هذا التظاهر وعشان كده ربنا هيجي قبلها فالإنسان هيوصل لمستوى ما ينفعش الإنسان بعده البقاء بسبب تظاهر جيناتو فمرة تانية حسب ادعاء التطوريين لو كنا هوموسيبيان على الأقل من 250 ألف سنة أو بمتوسط 300 لأنه 250 ألف و350 ألف كنا يجب أن نكون انقرضنا من وقت طويل جداً أو بتعبير العنباء يجب أن نكون فنينة أكتر من 100 مرة ده يستمر العلماء يأكدوا باستمرار فلو بالمعدل التطورات والتظاهر ده ولو حسب الأعمار التطورية كنا لازم نكون فنينة من زمن طويل الموضوع ده زاد كارثية وكرروا العلماء أكتر بعد ما تأكدوا منه زيادة لما بدأوا الدراسات الحديثة لجينوم الإنسان في المشروع وده ربنا يدبر هنبتدي ندرسه مش الأسبوع القادم المحاضرة الجاية نشاء ربنا ودبر واللي هنبتدي فيه رد على كتب 98% من جينات الإنسان هي النفايات جمحها أثناء رحلته تطورية كول ده كتب في كتب برضو برضو أسطورة زيها زي أسطورة التشابه هو 99% وده الموضوع الجاي هندرس فيه بقى موضوع ادعاء 98% من جينات الإنسان نفايات ده نظرياتهم هي النفايات مش جينات الإنسان هي النفايات ولكن المهم برضو مشروع الانكود أكد نفس الموضوع إن احنا نتدهور بمعدل مقاس وبناء عليه كنا المفروض لو فعلا إحنا هومو سيبيان من 300 ألف سنة كنا فنينة أكتر من 100 مرة كلام ده برضو تنشر في National Geographic Our genome was 80% functional The figure battled around When the encode اللي هي الدراسات اللي احنا هنتكلم عليها اللي وضحت ان جينات الإنسان معظمها مهمة مش 98% نفايات والكلام ده 12 فيه 2014 ده أصلا ضد تطور جملة وتفصيلا اللي مفروض ان احنا بنتطور يعني بنكتسب جينات جديدة باستمرار عشان تحولنا من هومو هابلس لهمو أريكتس لهمو سيبيان وحنبقى كمان قريب كمان كم جيل هنبقى هومو نوفا لا طبعا كله ده غلط في غلط العلم أثبت ان احنا نتدهور يعني بتدينا بتصميم رائع ونتدهور بين قسين من ساعة السقوط باستمرار زي ما قال الكتاب لو لا صدقوني الأدوية والرعاية الطبية الحديثة تخيلوا احنا حاليا زي أجداد أجدادنا اللي ما كانش عندهم الرعاية ولا عندهم الإنسولين على سبيل أبسط مثال تخيل كم واحد حاليا كان هيموت من البشر نسبة الناس المصابة بضيبيتس طايب 1 وطايب 2 بس يعني بدون الأدوية لأدوية السكر ولا الإنسولين تخيلوا كم واحد كان هيموت خمس البشرية كان ممكن من البالغين كان ممكن يموت بالسكر لوحده بالإضافة بقى البالغين الأمراض الوراثية التي كترت جدا هذه الأيام الكارسة بقى الموضوع ده مش بس عن الإنسان ده كمان عن كل الفقريات فالسؤال الشهير لكندرا شوف وده درس بقى الموضوع بطريقة أوسع في سنة 1995 تلوس الجينوم بطفرات قليلة تضاهورية لماذا لم نموت مئة مرة عبر الزمان نفس التعبير أني أفسر نتائج في صورة كل جينوم وده بقى قاعد يجيب جينوم لكائنات مختلفة ويظهر الموافقة مع تاخيدة اللي هو عمل البحث بتاعه 1990 أنه تم تحميل كم كبير من الطفرات هذا التراكم في الإنسان يعمل كما لو كان قنبلة قنبلة موقوتة ولهذا فناء أنسال الفقريات كان يجب أن يقف عند حد 106 ل107 جيل ده خربها تماما إيه رأيكم؟ آدي نص كلامه والبحث بتاعه ده قال بمعدل الطفرات أن البشر وبقية الكائنات كلها كل الفقريات ما كانوا يش المفروض يتعدوا 107 جيل مع ملاحظة أن ده حالياً في آخر قرون بسبب التلوس وتضاعف معدل الطفرات في الحيوانات في الماضي بسبب الظروف كانت أفضل معدل الطفرات كان النص فيصلح أن يكون عدد الأجيال الضعف لأن حالياً فعلاً الكائنات بتتعرض لظروف ما بين التلوسات الإشعاعية وغيرها فنقدر نقول اللي في الماضي كان أقل للنص من المعدل الحالي يعني مش 100 وي ده 200 وي جيل وفعلاً يكون عمر البشرية وعمر الكائنات الفقريات كلها ما بين 6000 ل7000 سنة وفي الإنسان يكون 200 جيل يقول والكر معظم الطفرات وتضاهر يظهر أنه عالي جداً في البشر وأقرب أقارب اللي هم القردة ولهذا يوجد شك في أن هذه الأجناس ستستطيع أن تنجوا إيه رأيكم؟ ده كمان درسها مش بس على الإنسان ده أرأي ابنة ابن عمنا الحلو النسناس المقطط اللي بتنطط على الشجرة ده اللي هو ابن عمنا من الجد المشترك برضو ما ينفعش الكلام ده إيه رأيكم؟ فازاي البشر والقردة زي الشمبانزي اللي بيدعون هو ابن عمنا فارجوا من جده مشترك من 5 مليون برضو رقم مختلفين عليه لكن ما علينا ومعدل تضاهر جينات لتنين البشر والقردة مستمر بطريقة يجب أن يكونوا لتنين فانوا في أقل من 300 ديل والاتنين قاعدين حتى الآن ألا يؤكد ده علميا خطأ تطور والأعمار؟ يقول لينش النتائج التي قدمناها لا تعطي أي أدلة على استمرار وجود حجم بشري أكبر من الذي فيه البشرية معرضة للانهيار الكامل اللي هي ألاف السنين متوسط عمر الإنسان هو 200 جيل ومش هيقدر يعيش أكتر من 300 جيل ألاف السنين اللي اتكلمنا عنها قادة دراسة لينش اللي اتنشرت فيزا أمريكان ناتشراليست ده يؤكد أن احنا بدأنا بتصميم رائع ليس فيه خطأ مش تطور من قردة وبدأنا في التضاهر وليس التطور وأيضا زي ما قالوا القردة اللي هو أقربنا اللي هو النسناس ما كانتش هتنفع تانجو من 5 مليون سنة زي ما بيبدعوا بل ألاف السنين كانت هتفنا بهذه القياسات أولا دليل علم قاطع على خطأ التطور ده كده من بابه ده علم كده من بابه ABC عنوانه جينيتيك انتروبي كده تطور طراما في الزبال وأيضا دليل علم مقاس ليس فقط على التصميم والخلق لكن كمان على أن عمر الإنسان ستلاف لسبعة تلاف سنة يعني المتوسط متين جيل فقط ولازم يكون الإنسان أقل من متين وخمسين جيل وبالطبع التطوريين عارفين الكارسة اللي ملهوش إجابة المفروض أي معالم حيادي يعترف بصحة التصميم والخلق والأعمار الكتبية لكن طبعا حبايبنا التطوريين مهما حصل عمرهم ما هيعترفوا مهما وجدوا أدلة تعم عنيهم مفيش فايدة لأن عنيهم اتعامت من زمان بالعقيدة التطورية اللي غسلت مخوهم من السمر وعن عناد لأنه عارفين البديل هو الخلق وده اختاروا رفضه تماما وعن عناد بيصروا على رفض التصميم المزبط علميا طيب عملوا إيه حبايبنا التطوريين بصوا عملو لكم إيه صدقوني فكروا في الرد اللي هقوله لكم بالظبط قرنوا بالمثال النكتة والهزار بتاعها اللي جابت وفضاعة وقطع رجليها الاثنين وقال لها نطي ما عرفتش تنط فاستنتج أنها فقرة حسة السمع صدقوني تطوريين عملوا نفس المثال ردهم على كل هذا الكم العملاق من الأدلة العلمية على قصر عمر الإنسان وأجياله كان التالي قال لك يبقى كده مهزم طفرات الإنسان الحديث حصلت في آخر متين جيل فقط يا صلاة الطبيعة هو ده اللي تشارطرته فيه ايه رأيكم في التلاعب؟ الناس دولة ملهمش حل ولو فعلا زي ما قال الكتاب في إنجيلو أسحح 16 ولو قام لهم واحد من الأموات لن يؤمنوا الناس دولة خلاص اتعمت عنيهم بمعنى اتعمت عنيهم لأنهم لم يستحسنوا فعلا اللي شايفينه بوضوح قدامه أنه يضع الله في معرفتهم فأسلمهم إلى ذهن المرفوض لأنهم في كرسة محققة لأن معدل مقاس قاطع بمعدل الطفرات مستحيل علميا يكون الإنسان أكتر من 300 ألف سنة ولا 8500 جيل اللي احنا شايفينه حاليا نتائج طفرات 200 جيل فقط يعني من قادم من 6000 ل7000 سنة يعني 200 جيل بطريقة مقاسة فقال لك يبقى الإنسان من ساعة ما بدأه موسيبيا قعد طول المتين ويه ألف سنة دي ما بتحصلوش طفرات وقوم ايه في آخر 200 جيل يعني في آخر 6000 سنة بدأت الطفرات ايه رأيكم وفي الآخر يقولوا علينا الجاهل قادل تفكير التطوري قادل الاستنتاجات التطورية فادعوا أن الإنسان استمر بطريقة أعجازية خارقة للطبيعة بالصدفة البحتة بدون طفرات 20090 ألف سنة أنا مش بهرج وفجأة بالصدفة البحتة بدأت تحصل فيه طفرات في آخر 6000 ل7000 سنة فطلعت بالصدفة البحتة تسوي الأعمار الكتابية ايه رأيكم الناس دولا هتصدقوهم ازاي بعد كده عشان كده بناء عليه الأعمار المقاسة فعلا الطفرات بتاعة آخر 200 جيل بس ايه رأيكم في مستوى هذا العماء الفكر اللي وصلوله عشان ينكروا التصميم اللي العلم بيصرخ بصحته اللي بيدقق في البحث هم اعترفوا ان الانسان موجود من 6000 سنة واعترفوا بال200 جيل خلاص اعترفوا بيها بس مش قادرين ينطقوها مش قادرين لأنهم اعترفوا ان معضل الطفرات اللي شافوه ده فعلا آخر 200 جيل وفعلا الكتاب المقدس يؤكد الأعمار الكتابية الميتنجيل ده هذا 6000 سنة يعني حتى في كتبهم اعترفوا بالعمر الكتابي بل يقول لك ايه ده 73% من كل التغيرات برزت فقط في آخر 5000 سنة الطفان ما علينا وتغيرت ظروف الطبيعة بعد الطفان والتغيرات التي تظهر انها غالبا تصدد ضرر منها 91% ظهرت في هذه الفترة يعني الانسان بفكرهم قاعد 290 سنة او 8300 جيل يا مؤمن بالطبيعة ولا بيتضهر ولا حاجة خالص بطريقة اعجازية خرافية وفجأة في آخر 5000 سنة حصلت فيها 91% من التغيرات طبعا كلام ده اعتقد مش محتاج حد يحكم عليه ده يوضح بل يؤكد ان عمر الانسان بضعة 1000 من السنين ده من علم الجينات وليس من مئات الالوف ولا ملايين السنين بل ايضا توضح الدراسات دي ان الانسان كمان قدامه عدد من الاجيال وحيمتلق بالعيوب الجينية القاتلة وحيكون بعدها صعب جدا وفاكرين زمان لما كنا تكلمنا على مجيء الرب انه في حاجات حتخلي ربنا يسرع في وقته لو لم يقصر تلك الزمان من ضمن الحاجات مش بس الزيادة الخطية وحنبقى زي سدوم وعمورة وحنبقى زي زمن نوح وغيره زي ما قال في انجيل الواحد وعشرين حتى من ناحية الاخطاء الجينية والامراض الوراثية هيكون اريح للانسان يكون خلاص ده كده كفاية للبشرية عند هذا الحد وزي ما بقلت ايضا حاليا لؤلاء العلاجات الكتيرة اللي اكتشفت اللي ربنا سمح بيها زي اتشافاتنا في التقدم لعلاجات السكر الوراثي وعلاج الضغط وعلاجات الامراض الوراثية الكتيرة جدا بسبب تضاهر الجينات كانت نسبة الوفيات من البشر بسبب تزايد الامراض الوراثية كانت هتبقى نسبة بشعة فالامراض الوراثية الان وصلت الى المئات ده بدون طفرة واحدة مفيدة بل مرة تانية حقيقي نشكر ربنا جدا على تقدم العلم اللي سمح به سواء بالهرمونات زي الانسلين وغيره وكتير من العلاجات الحديثة فربنا اختاره بدقة وقت مناسب انه يساعد الانسان يكتشف هذه العلاجات ولكن الانسان بدأ يفنى بالامراض الوراثية فمعدل التفارات والتدهور واضح ويؤكد بطريقة قاطعة صغر العمر حتى لو قالوها بطريقة غير مباشرة بالكتب بتاعهم الابحاث الماضية واضحة وقدام حضراتكم مش بس غيرهم من علماء الجينات حتى لو بيقوموا بتطور قالوا كلام ده في عنوين ابحاثهم زي دكتور كرولا قال ان احنا اقل من انسان الكهف في البحث بتاعه We are inferior to caveman دكتور كندر شوف قال في عنوان بحثه لا يوجد عالم جينات انسان يشك في ان الانسان يتدهور فالانسان يتدهور بمعدل مقاس ما يسمحلوش ان يكون من مئات الالوف من السنين بل متوسط 200 جيل يعني من 6000 ل7000 سنة فقط ده متآس ده يثبت خطأ تطور بالطفرات لانها تدهور مقاس ويثبت علميا بطريقة قاطعة ان الانسان تصمم بدقة منذ ألاف من السنين زي ما قال الكتاب يعني علم الجينات بطريقة قاطعة يؤكد دقة ما قاله الكتاب المقدس عن الخلق وعمر الإنسان والمجد لله دائما كالعادة آسف لو أختات بفعل بقول بتعبير بمعلومة أنا إنسان ضعيف بأخت لكن ده لو حصل لم يكن عن قصد وربنا يبارك حقا